نتنياهو ذهب بآمال كبيرة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمشي على خيط مشدود ورفيع جدا بين بايدن من جهة وترامب من جهة أخرى بعد حدثين كبيرين محاولة اغتيال ترامب ابتداء ومن ثم تنحي بايدن عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هل هذا الضرض يساعد اليوم نتنياهو على تحقيق نتائج مهمة بالنسبة لشخصه على صعيد حزبي سياسي وليس لدولة إسرائيل؟ سوف يكون الوضع مثير للغاية من أجل أن نفكر في ما هي الخطوات المقبلة نتنياهو وأنا شخصيا متحمس أن أرى ما هي الخطوات القادمة عاقب هذا الخطاب الذي قدمه أمام الكونغرس أمس ونيتنياهو بالطبع سيحاول قدر الإمكان أن يستغل الوضع والآن قد رأيناه يطلب الزيارة أو مقابلة أحدية أو فردية مع الرئيس بايدن ومع نائبة الرئيس كاميلا هاريس هو يحاول استغلال الأوضاع وقد وجدنا أن الكثير من المظاهرات قد حدثت في الشوارع الأمريكية وهذا أيضا يؤثر ويضغط على الحزب الديمقراطي فضلا عن قلة شعبية بايدن في هذه الأوقات كاميلا هاريس في الوقت ذاته يجب عليها أن تأخذ خطوات ملموسة في الفترة القادمة ونتنياهو الآن لديه فرصة عظيمة من أجل تعظيم قضيته وتعظيم مطالبه وأأمل أنه يتحدث في المقابلات الفردية عن بعض الأشياء التي لم يتطرق عليها أمام العامة الأزمة الإنسانية وإطلق سرح الرهائن لأن هذه هي الملفات الهامة بالنسبة لقادة الولايات المتحدة الأمريكية سيد دانريني عذرا على المقاطعة على أجالة ماذا تتوقع عنه هل سيسلك نيتنياهو مسار اتفاق يوقع مع حركة حماس والإفراج بالتالي عن المحتجزين لديها ضمن المراحل الثلاث التي تم ذكرها بشكل مفصل خلال الأشهر الماضية أم سيبتز نيتنياهو إدارة بايدن وهناك تعهدات يمكن أن يطلبها من أجل مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في حال كان هناك أيضا توقيع اتفاق لكن ما بعد المرحلة الأولى نعم بالطبع لا يوجد شك أنه سيحاور قدر الإمكان أن يستغل هذا وقد كان هذا جلي في خطابها أمام الكونغرس وبالطبع نحن أعتقد أننا قرابة وقف إطلاق النار وبعض التنازلات التي ستم تقديمها ولكن يجب علينا أن نتوقع الكثير خلف الأبواب المغلقة شكرا